ترجمة نانسي قنقر التفاصيل في التقرير التالي خطوات رائدة سجلتها مملكة البحرين في تطوير السياحة وقطاعاتها المختلفة كالقطاع الفندقي الذي يلعب دورا محوريا في جذب السياح والاستثمارات إلى أرض مملكة البحرين وفقا لمستوى الخدمات والمرافق الترفيهية التي تحظى بها الفنادق باختلاف تصنيفاتها وبالإضافة إلى الفنادق المميزة تم افتتاح فندق تشارت هاوس والمرينا التابعين لشركة انفرا كورب والذين يقعان في قلب العاصمة المنامة داخل منطقة البحرين هاربر بالقربي من مرفأ البحرين المالي طبعا نحن جدا فخورين بافتتاح المشروع وهو أكثر من افتتاح مشروع واحد أمانتين هو افتتاح destination أكثر من ما هو فندق اللي يميز المشروع يمكن أنه ضمن مخطط البحرين هاربر اللي يعطي تجربة ولايف ستايل مختلف عن أي فندق انتي مثل ما تعرفين الناس حين صارت الفندق عندهم مو بس غرف نوم أو مكاني باتهم فيه ولكن يعطيهم الإكسبرينس كاملة فافتتحنا الفندق الحمد لله اللي هو ضمن المشروع هاربرو وافتتحنا المرينة برعاية معالي الشيخ خالد بن عبد الله وطبعا هاي المرينة بعد نحن جدا فخورين فيها لأنها يمكن تعطي تجربة فريدة أنها راح تكون مخدومة من الريتيل ومتصلة بشكل مباشر مع الريتيل والمطاعم اللي انفتحت واللي راح تفتح في المرحلة القادمة إن شاء الله تشهد الفنادق العاملة في مملكة البحرين تنافسا إيجابيا ما يجعل لمملكة البحرين سمعة واسعة في مجال السياحة الفندقية حيث يعد فندق تشارت هاوس بحرين ذات تصنيف مرتفع يقدم الخدمات الفندقية بمستوى عال من الجودة والكفاءة بوجود العمالة البحرينية المؤهلة فندق تشارت هاوس أنه براند بحريني إدارة بحرينية ونحن جدا فخورين كشركة انفرا كورب أن نضم هذا البراند في محفظة عندنا وخاصة بما أننا نحمل علامات تجارية عالمية نفس الكامبينسكي والرافلز والآن تشارت هاوس يكون ما بين المنافسين إنشاء المرافق الفندقية في مملكة البحرين يأتي تجسيدا لما يحظى به القطاع الخاص والمستثمرين من دعم وتسهيلات لمزاولة هذا النشاط الحيوي الذي يسجل ارتفاعا ملحوظا مدعوما بارتفاع أعداد السياح وزيادة معدل إشغال الفنادق إلى جانب سلسلة من الفنادق المتميزة في مملكة البحرين نشهد افتتاح فندق تشارت هاوس الذي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الداعمة للقطاع الفندقي الذي ينعكس بشكل إيجابي على دفع عجلات الاقتصاد الوطني إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين هذا وكشف الدكتور عيسى فقيهي الرئيس التنفيذي لشركة العرين للاستثمار عن معلومات إضافية حول مشروعي فندق تشارت هاوس والمارينة بالإضافة للاستثمارات المستقبلية نحن سعيدين اليوم بافتتاح فندق تشارت هاوس بوتيكوتيل الفندق يتكون من 120 غرفة فندقية ستوديو وان بيدروم، تو بيدروم، ثري بيدروم طبعاً إحنا استهدافنا فئة العوائل اللي يسكنون عندنا وفئة البيزنس بيبول ليش البيزنس بيبول؟ لأن نحن في الفانيشال هاربر منطقة البحرين هاربر طبعاً خليني المشروع هذا يكون مميز من ناحية الغرف، من ناحية الكواليتي، من ناحية الستندر الغرف واسعة يبتدي من 40 سكور متر يتراوح لمئة وثلاثين سكور متر الفاسيليتيز اللي عندنا فيها غير هذي اللي هو الالدي داينينغ، المين داينينغ للفندق اللي الناس تاخذ فيها بريكفوست لانشان دينار وعندنا فتحنا ترس كبير إنه ممكن ياخذ لمئة وخمسين شخص في ممكن لأي إيبنت أو حتفالات تكون وعندنا السويمينغ بول والفتنس سنتر السويمينغ بول طبعاً انفينيتي طلع على المارينة اللي افتتحنا اليوم الفندق هذي دار من قبل العرين هوسبتالتي هي شركة أسسناها السنة هذي أنا الرئيس التنفيذي لها وطبعاً عندنا هذي أول فندق لنا كإدارة بحرينية ونتوقع أنه يكون خلال السنتين الجايين يكون عندنا على الأقل عشر فنادق في أمواج عندنا فندق وحا قاعدين نتكلم معهم وانتفاوض وفيه فندق اللي هو مع الووتر بارك اللي هي الووتر بارك هوتيل الفندق يتكون من 228 غرفة فندقية 12 فيلة كبيرة ديوبليكس ومئة واثنين أبارتمنت والآن نترككم عدال أسواق المالية الخليجية أعلنت صدرات البحرين توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تيو في رينلاند الشركة المختصة في مجال اختبار الامتثال وأصدار الشهادات ومراجعة نظام الإدارة وخدمات التقييم الميداني والتدريب والخدمات الاستشارية وتهدف الشركة إلى تقديم خدماتها للمؤسسات القائمة في البحرين والتي تشمل إجراءات المطابقة والشهادات المطلوبة من قبل الجهات التنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة صادرات البحرين أن هذه الشراكة توضح تفاني صادرات البحرين في تعزيز وتمكين المؤسسات القائمة في البحرين لتحقيق النجاح والوصول والتوسع عالميا وأضاف أن الهدف الأساسي من هذا التعاون هو مساندة المؤسسات لتجاوز المعاوقات وإزالة الحواجز للوصول إلى السوق السعودية وأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك لرفع القدرة التنافسية للمؤسسات على المستوى العالمي والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة